العلاقات المصرية الصينية في تطور وازدهر مستمر ودائم سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي فقد بلغت تجارة البينية بين مصر والصين نحو 15 مليار دولار العلاقات المصرية الصينية تمثل قاعدة راسخة ونموذجية للعلاقات العربية الصينية حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956 ليمر 66 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين القاهرة تعد من أولى الدول التي طالبت بحق بكين في استعادة مقعدها بالأمم المتحدة في حين كانت الصين من أوائل المؤيدين لقرار مصر بتأميم شركة قناة السويس وخلال حرب أكتوبر عام 1973 أيادت الصين حق مصر في استعادة أراضيها المحتلة لتستمر العلاقات المصرية الصينية في تطور وازدهار من خلال التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عام 1999 كما تم في عام 2004 الاتفاق على تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي وعلى مستوى العلاقات المصرية الصينية بلغت التجارة البينية بين البلدين نحو 15 مليار دولار لتسجل قيمة الصادرات المصرية للصين ملياراً وخمسمائة مليون دولار خلال تسعة أشهر من عام 2022 ولتحتل الصين مرتبة متقدمة في قائمة المستثمرين في مصر منذ عام 2017 ولتكون سادس أكبر مستثمر في مصر كما أن هناك أكثر من 140 شركة صينية في مصر 55% منها يركز على المشروعات الصناعية و20% يركز على البناء و12% يركز على الخدمات وفي المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس تبلغ قيمة الاستثمارات الصينية في المنطقة حوالي 230 مليون دولار وتتواصل العلاقات المصرية الصينية لتحقيق المصالح المشتركة سياسياً واقتصادياً على المستويين القيادي والشعبي